طيب مباراة الأهلي والداخلية بالأمس طبعاً قلنا نتمنى أن يكون فيه انتصار وسلاسة نقاط لأن مشوار الدوري العام لسه طويل والمنافسة ما زالت موجودة ومهم جداً نوجه رسالتنا للعيبة والجهاز الفني يا جماعة المنافسة لسه موجودة والمشوار لسه طويل وعدد المباراة المتبقية ما يدلش اللي انت حسامت الدوري ففكرة أن يبقى عندك مساحة أن لسه فيه فرق أكتر من 10-12 نقطة مثلاً عن الزمالك وحوالي 3 نقاط عن فيوتشر وبرامتزولين لسه لنا 3 مباراة مؤجلة ده مش مقياس اللي انت ممكن تكون حسامت الدوري بالإضافة لده انت راجع من تعادل يعني مخيب للأمال أمام سانداونز فكان عندك فرصة ذهبية أنك تعمل نتيجة مش هتكلم على الأداء ممكن يكون عندك مبرر أن فيه مباراة تتلاعب كل 48 ساعة وحتى كولر اتكلم كجهاز فني ما عندهش مساحة أن يقدر يشتغل ويحضر أو حتى يصلح الأخطاء ولكن فكرة أنك تبقى متعادل في مباراة سانداونز هنا في القاهرة وعايز تتخطى المشكلة دي بسرعة وتعمل ريمونتادة زي ما بيقوله تكسب في الدوري زي ما عملت ده في أسوان وانت راجع من السودان كان مهم جدا تعمل ده في مباراة مباراة قبل ما تروح للقطن الكاميروني لأن احنا مش عايزين نوصل لمرحلة إحباط يا جماعة الأهل الحمد لله في الدوري آه في الصدارة وعنده مساحة عدد مباراة تدي له أفضلية أن يكون متفوق في النقاط أكتر من كده ولكن في بعض الأحيان الجمهور بيوصل لمرحلة أنه بيزعل أنه ما فيش استمرارية يعني مثلا فكرة أنه أنا أكسب متش وأتعادل مباراة وأكسب مباراة وأتعادل مباراة مش الأهلي ومش طبيعة تاريخ الأهل بيقول كده وعلى مر الأجيال ناس كتيرة عارفة أن الأهلي لما كان مثلا بيتعادل مباراة مش بيخسر مباراة اللعبة كانت بتستنى المباراة اللي بعدها عشان تعوض وتنس الجمهور الخسارة أو التعادل اللي تم في المباراة اللي فتت هي دي الجزئة اللي أنا أحب أتكلم فيها يعني أنا بطالب لعبت الأهلي يا جماعة الكورة آه فيها فنيات وفيها أمور علمية كتير وفيها أمور بدنية وفيه فرق بتوجهك أكيد بتلعب بشراسة ولكن أنت بترتدي تي شيرت النادي الأهلي محتاج تحارب على كل نقطة تحارب على المكسب تحارب عشان تسعد جمهورك جماهيري النادي الأهلي في أوقات كتيرة جداً كتوقفة في صف النادي وفي صف اللعيبة وفي صف الجهاز الفني ضد حياة كتيرة جداً لكن إحنا وصلنا لمرحلة خلاص الجمهور ما بقى الشايف قدامه إلا أن فيه في بعض الأوقات بيحس أن فيه تراخي بيحس أن أنت كسبان واحد سفر والفريل قدامك مطرود منه لاعب والفريل قدامك في مؤخرة جدول الدوري ومع ذلك مش هقولك حتى بتجيب التاني لأ ده أنت حتى مش قادر تحافظ على المكسب وده تقرار حتى للي حصل في ماتش سانداوز مقدرتش تحافظ على المكسب فده يا جماعة وده رسالة اللعيبة بيدي نقص خطر عند جمهور أن احنا لقدر الله ممكن الفترة اللي جاية عدم التركيز ده ينعكس على النتائج بشكل سلبي وانت داخل على فكرة في مرحلة ما فيهاش هزار لازم نفوأ ولازم نقول للعيبة الكلام ده لازم نفوأ الناس ونفكرهم بالكلام ده أنتوا السنة دي لسه محققتوش حاجة فعندوك دورة أبطال إفريقيا المباراة اللي جاية مع القطن مباراة كؤوس يعني مباراة دي مش بثلاث نقاط بس تكسب لسه عندك فرصة في المنافسة لقدر الله تعادل خسرت بأنت خرقت ما فيهاش كلام تاني الدورة نفس الأمر اللي حصل في مباراة الداخلية يعني شبه تقرر مثلا في الموسم الماضي والموسم قبل الماضي النتائج في بعض الأحيان ممكن ساعدتك في دور المجموعات في دورة أبطال إفريقيا وما ساعدتكش في الدورة السنة دي انت متعرفش ايه اللي يحصل ممكن تلاقي فيه حالة فوقان للزمالك تلاقي بريامات زي فيوتشر داخل في المنافسة دورة أبطال إفريقيا ممكن تلاقي الهلال بيكسب سندونز في السودان هيكسب القطن الكاميروني يوم الثلاث اللي جاي فانت محتاج تكسب مش محتاج تنتظر نتائج الآخرين لازم تكسب وعشان انت البطل لازم تكسب يا جماعة التركيز مهم جدا والدفاع عن تي شيرت النادي الأهل مهم جدا وتحمل المسؤولية في التوقيت الحساس دلوقتي مهم جدا انت في فترة من أهم الفترات اللي في الموسم شهر فبراير ومارس وإبريل ده التوقيت اللي بيخليك يتنافس على الدوري وتكمل في إفريقيا ياما لقد الله بيكون في نتائج سلبية في ظل ان الموسم الماضي خسرت الدوري وخسرت بتورة أفريقيا فبتحول تعاوض السنة دي التعاوض السنة دي بدأ انك صلحت جمهورك وفزت على الزمالك في السوبر وكانت بداية كويسة رحت كاس العالم الأندية والمشاركة جات من عند ربنا صحنا وتعالى بعد المؤامرات اللي اتعرضت لها في موضوع نهاية إفريقيا وظهرت بشكل مناسب مش عقول حققات مركز لان انت السنة اللي فاتت حققات مركز أفضل من السنة دي ولكن لعبت بشكل الناس كانت مبسوطة بالأداء لكن حصلت أخطاء الكل اللي قال إن شاء الله نعوضها في الفترة اللي جاي لكن لما رجعنا مش عايز أقول نفس اللي قرر السنة اللي فاتت واللي قبلها فالأمر مش عايب أكويس فمهم جدا يا جماعة الحفاظ على التركيز وفكرة الاستمرارية دي اللي بتميز أي لاعب في الأهلي عن أي مكان تاني الاستمرارية مهمة جدا 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 دي نقطة مهمة جدا بخصوص مباراة الأمس على فكرة وأنا بتكلم على مباراة الأهلي والداخلية عايز أشيد بالكابتن محمد معروف عمل مباراة جيدة القرارات التحكمية اللي اتخذها حتى برأي خبراء التحكيم ممكن ياخد 7.5 أو 8.5 من 10 ولكن أخطاء مؤثرة في نتيجة اللقاء لا الرجل بالعكس مباراة الأهلي أحرص هدف لو لا إن محمد معروف إدى تحت فرصة كانت ممكن مثلا القرى بتاعت قرار ما تجيبش جونه وكان يحسبها مثلا لمسة يد من على حدود المنطقة أو حتى يحسبها ضرب الجزاء وساعتها بقى ممكن الفر يبص على اللعبة وقولك لا مش ضرب الجزاء دي منبرة فحتى محمد معروف مبارح أنا بشيت بيه لأنه ما قررش نفس أخطاء الحكام السابقين اللي في الأسبوع اللي فاتت كانوا بيتسرعوا في احتساب بعض الألعاب ويجي الفر بيلغيها فالفرق بتضر من القرار اللي بتحسب له فمحمد معروف مبارح ده كان جيد في المباراة وأضار المباراة بشكل كويس جدا عشان تعرفوا احنا بنتكلم هنا بموضوعية لما بيكون في خطأ بنلقي يعني بنتكلم وبنحط سبوت على الخطأ اللي بنتكلم عليه وبنتكلم على اللجنة ونهاجم اللجنة لأن احنا بنكلم بشكل موضوع ولكن لما التحكيم يكون كويس نتمنى يكون فيه استمرارية مبارح محمد معروف عمر مباراة كويس نتمنى الفترة جاية يكون فيه استمرارية فظل ان فيه خبير جاي فلما نشوف اللي هيحصل الفترة جاية ولكن طبعا توقيت الحلقة وظروف مباراة الأمس مش هينفع نتكلم في الملفات تانية نركز مع الفريق فيه توقيت الحالي